بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادس العدادي في هذا الدرس طبعا درسي لهذا اليوم هو Past Continuous اللي معناه الماضي المستمر من المواضيع المهمة جدا عزيز الطالب ليش؟ لأن يدخل بتراكيب بعض المواضيع القواعدية اللي اترح تاخذها بالمنهج مثلا أدوات الربط الوين والاند والويل والاز راح تشوف اكو زمن اسمه Past Continuous اللي هو الماضي المستمر بالاضافة الى المبني المجهول والربورتري كوستشن فلذلك عزيز الطالب تركيز تركيز كالعادة احنا الزمن عندنا يكون به ثلاثة افكار اللي هو شكل الزمن اللي يخلينا نميز ونفرق بين الازمنة بالاضافة الى ثلاثة حالات الحالات اللي هي المثبت والنفي والسؤال هسا راح نروح عنياك للفكرة الاولى اللي هي الافعال المساعدة وعد فقط اثنين افعال المساعدة اللي هي الووز والوير وسميت بالافعال المساعدة لان استاعدني في النفي والاستفهام وكذلك في معرفة زمن الجملة ولو تلاحظ هنا الووز والوير ثابتات بالجملة لازم ماضي ماضي مستمر لازم اكو ووز وير اذا ما اكو ووز وير هذا مو ماضي مستمر اذا ووز وير بعد اكو فكرة اخرى استاذ بس من رخستك شون اميز ان الووز و الوير مع الماضي البسيط وشتون اميز مع الماضي المستمر الماضي المستمر ووز وير يجي فعل باينج اذا ما اجي اينجي اذا هذا ماضي بسيط باختصار شديد بعد اكو فكرة اخرى عزيز الطالب ليش عندي اثنين افعال مساعدة ليش ووز وير خوبس واحد اي الووز مع المفرد و الوير مع الجمع ولو تلاحظ عزيز الطالب هنا وي اي الاي هنا الاي راح ياخذ ووز اي ووز اي ووز اوكي بعد هي ووز شي ووز ايت ووز وبعد دي بوي يعني الفاعل المفرد الاسم المفرد دي بوي ايضا شياخذ ووز علي ووز اذا الووز مع الفاعل المفرد بالاضافة المين الى الاي اي ووز نو بنجي المين الوير للفاعل الجمع وي تاخذ وير يو تاخذ وير الدي تاخذ وير بالإضافة إلى شوف أس الجمع أيضا لازم هذا النعزيز الطالب هدى وأنا دول أثنيين لازم أيضا شو تخلي فاركز أنا وأبوي أشقاد فلازم شنو بعد أريد من عندك فكرة دائما الآي دائما تاخد وز انتبه انتبه الآي دائما تاخد وز ما عدا فكرة وحدة بإف الشرطية الثانية الآي راح تاخد وير أخو ما بيها شي ملاحظة بسيطة لا تقول ما افتهمت الآي دائما تاخد وز أنا كنتو ما عدا إف الشرطية الثانية ما عدا إف الشرطية الثانية الآي تاخد وير هذا بالنسبة إلى فكرة الأفعال المساعدة اللي هن الوز والوير اللي نستخدمهن بالماضي المستمر اللي واحد من عدن للمفرد وواحد للجمع خلاص انتهت خوف فكرة بعد صار الواضحات نروح علمه للفكرة الثانية الفعل الرئيسي هنا شون يكون شكله الفعل الرئيسي بالماضي المستمر لازم يحتوي على يمن على اي اي این جي اذا وزو وير days فعلا بايا اي این جي معناها ماضي مستمر والدون تلاحظ يا يوز والوير يدلن على اليمن على الماضي والآي أنجي يدل على اليمن على المستمر ولو تلاحظ هنا هاي الفكرة الأولى لاحظ بإضافة الآي أنجي شوف سجل يكتبوا يالي بإضافة الآي أنجي إذا لقينا واي بنهاية الفعل مباشرة ننضيف آي أنجي ما نفكر إنه ما يقلب أصلا أو تقدر نضيف هاي الفكرة لا يقلب حرف الواي بإضافة آي أنجي مهما كان قبل صحيح ما يقلب مباشرة آي أنجي ثابته لطيف آي شديدة شوف كاري معناها يحمل كارين لاحظ كارين قوبالش ضفت لها آي أنجي نروح علما للفكرة الثاني هس هاي ملاحظة الواي مباشرة آي أنجي ما نقلب نجي علما للفكرة الثاني الهاف الهاف شنو إنه انتهى الفعل بمعنى بإي دائما إذا انتهى الفعل بإي ونريد نضيف لآي أنجي نحذف حرف الإي عند إضافة الآي أنجي شو نسوي نحذف حرف الإي وشو نضيف آي أنجي طبعا ما عاد الفعل سي لا هنا مباشرة آي أنجي وهنا البي أوكي مباشرة آي أنجي على الرغم من إنه انتهن بس ركز لهذا اللي خافي جنك ركز لهم الإي سي دابل إي آي أنجي ولاحظ البي ما يصير نحذفين يعني إذا حذفنا نصر خلل أما بقية مثلا عندك الفعل arrive انتهى بإي لا قبل تحذف عندك الفعل make انتهى بإي قبل تحذف في الضيف آي أنجي عندك take انتهى بإي تحذف في الضيف آي أنجي ما عاد هذا اللي يعني هي قاعدة ثابتة إذا انتهى الفعل بإي عنده إضافة آي أنجي يحذف حرف الإي ونضيف آي أنجي بعد شنريد عزيز الطالب ريد نضاعف إذا انتهى هاي ملاحظة ثانية إذا انتهى الفعل بحرف شنوى صحيح وقبل حرف علة واحد واحد ها نضاعف الحرف الصحيح وشنضيف آي أنجي وعندك ذن شواث listen ما يصير الضاعف شوفها listening مباشرة نضيفنا آي أنجي relax أيضا ما يصير مباشرة آي أنجي open على الرغم لاحظ على الرغم من إنه كلهن انتهى بإيمن بحرف صحيح وقبلهن حرف علة لكن هذني يعتبر انشواث وأكو بعدش كم محدة لكن آني قدرت أجيب الأقرب شي على منهجكم بعد نروح علما للفكرة يا فكرة فكرة الرابعة بإضافة الآي أنجي إذا انتهى الفعل بإيمن بإي أقلب الآي إي المن إلى واي وأضيف آي أنجي مثل الفعل lying لاحظ لاي لاحظ عزيز الطالب صارت lying إذن آي إي زين هناش كم محدة إذن تقريب بهن أربعة lie و die و tie تقريب أربعة فإذا شفتها آي إي تقريب آي إي المن إلى واي و ضيف آي أنجي الروح المن الخامسة لو تلاحظ الخامسة عزيز الطالب هاي عصفرين بحجر يعني بعض الطلاب إجا شاف أن و شاف أي قبل رح يضعفها ليش زين حرف صحيح قبل حرف علة رح يضعف زين حرف علة واحد لو اثنين إذا حرفين علة مباشرة آي أنجي لاحظ عزيز الطالب هاي باختصار شديد الملاحظات مع آي أنجي و هاي الملاحظات و هاي الأساسيات هي اللي تضيع درجتك عزيز الطالب يعني أنت حال و ضعف آي أنجي لكن احتمال ما حاذ في الإي احتمال ما مضاعف احتمال ما قالب الآي إلى إي لاحظ الآي إي إلى و آي ما قالبهن لاحظ فهنان يكون عندك الأخطار عزيز الطالب هاي أساسيات بعدها راح نروح عنياك المن نروح على الفكرة الثالثة اللي هي الدلالات الدلالات اهنان بهذا الزمين عندك فقط أدوات الربط اللي هن الوين والآنت الجملة الثانية لازم ماضي مستمر والوايل والآز لازم جملتهن بالماضي المستمر فأنت إذا شفيتين هذني بهن دلالة على الماضي المستمر هذا بالنسبة إلى أهم الأفكار اللي تخص الماضي البسيط وشكل الماضي البسيط بشكل عام راح نيجي آنياك عزيز الطالب إلما للحالات الحالة الأولى لو تلاحظ هي affirmative شنو affirmative اللي هي المثبت حالة المثبت وقاعدتها لو تلاحظ عزيز الطالب هي subject والsubject يعني الفاعل سواء كان مفرد أو جمع subject I he she it we they أوكي اسم مفرد اسم جمع بعدها إذا كان الفاعل مفرد شتخليلي was وإذا كان الفاعل جمع شتخليلي where لحظ عزيز الطالب وبعدها لازم فاعل يحتوي عليمن على آي انجي هايا حالة المثبت باختصار شديد الفاعل ثابت بكل الحالات الفاعل ثابت باختصار شديد الماضي المستمر هو عبارة عن was او وفعل شبيه آي انجي ناخذ مثال ولاحظوا يا عزيز الطالب I ice skate and I fell over أوكي وقاعد اللي correct زين شا صحح اصحح هذا اللي بين قوسيين الفعل زين هسا شون عرف من خلال الدلالة اللي هي هي and and جملتها بالماضي البسيط ولو تلاحظ هنا ماضي بسيط والجملة الثانية لازم ماضي شنوى مستمر ال I اش تاخد تاخد was ممتاز اجل ice skate لازم اش اضيف لها ing انتبه انتبه المن انتهت ب اي احذف ال ا وش اضيف ing ولو تلاحظ عزيز الطالب هذا الجواب I انا بعدين خليت was ولازم اكو was war يعني بدون was war ماكو ماضي مستمر وداحتك دير بالك شوف السان ترى هنا منطعتك كل شي لا was بس ات لازم تخلي وضحة فهاي was وبعدين ice skating شوف ال e انحفت و اضفت ing وكملت البقية لان شغله مويم البيان قوسيا كملت البقية وخليت شنو نقطة لاحظ اهم شي البيان قوسيا حليت انا اخذ مثال اخر ولاحظ يقل لي علي have a shower put the verb ضع الفعل in the past continuous هنا هو طالب من عندي انه انا احول زمن الجملة او اخلي هذا الفعل المن للماضي المستمر زين اجي اضاوع المن للفاعل الفاعل مفرد لو جمع علي مفرد اذا راح شتخلي was وتجي للفعل have شتخلي له ing فاش راح يصير لاحظوا يا عزيزي الطالب علي was having a shower وهي نقطة تهت الوز اديل على الماضي والing اديل على المستمر اذا ماضي شنو مستمر عزيزي الطالب بعد اريد من عندك شنو جملتين ذنت حل الجملة الاولى my father abby and i abby وانا were driving lo was driving so fast وقال لك choose فاتش تختار where driving lo was driving يعني where lo was هذه النقطة الاولى النقطة الثانية they get ready for school وقال لك past continuous اللي هو الماضي المستمر وهنا شا اريد من عندك اريد من عندك تنتبه لي اسم الزمن مهم جدا جدا وحول لي هاي الجملة المن للماضي المستمر هذا بالنسبة للمثبت راح نروح انياك المن راح نروح للحالة الثانية اللي هي negative شنو استاذ negative يعني نفي شنو نفي يعني nuts ويامن تشتغل مع الفعل المساعد من الفعل المساعد ووز ووير اذا راح نصير ووزينت لو ويرينت انتهينا فيه باختصار شديد لاحظي القاعدة سابجيكت الفاعل الفاعل مفرد وجمع نعرف اذا كان مفرد نخلينا ووز اما اذا كان جمع شنخلي وير وهي راح تلقاها ترى بعدين خاف ما تلقاها انت تتخلي اوكي بعدين نوت شنو نفي مع الوز صير ووزينت مع الوير صير ويرينت تريد تقتصر اقتصر ما تقتصر بكافك بعدها فاعل رئيسي ش يحتوي ing ثابتين شلون استاذ لاحظي هذا المثال ماي سيستر هيد ماي برس اندر ذي باد وايل اي نوت لوك كوريكت ايش ناشين كوريكت معناها صحح ش اريد من عندك تنتبهلي الى اداة الربط اللي هي وايل اللي تكون جملتها بيمن بالماضي المستمر اذا راح نحول هاي الجملة المن للماضي المستمر زين استاذ وهاي الطلابة اللي بعدها ما عندي شغل بيها هاي ومبين هيد هاي هيد يعني ماضي بسيط ماضي بسيط انا ما عندي شغل بهاي القوسي انوى الموجودات بعد الوايل والوايل جملتها بيمن بالماضي شنوى المستمر اذا هنا شولي نيجي اول شي الفاعل من هو اي الاي شي ااخذ ووز لوير لاستاذ ووز والنوت موجودة ممتاز اجل الفعل لوك بالماضي المستمر الفعل لازم شنضيف له اي انجي زين انضاعف الكيل ومن ضعفه لاستاذ من ضعفه ليش لان مو حرف علا واحد كم حرف اثنيا فمباشرة اي انجي ولاحظ الحال طبعا ذني النقاط يعني هاي الجملة لحد الوايل والنوبة عبدي الاي موجودة خليته ياها ووز النوت نزلتها لانه في وبعدين اللوق اجضفت لها اي انجي زين هسا هاي الجملة بيمن بيازة من الوز الديل عليها من على الماضي والاي انج الديل عليها من على المستمر اذا ماضي مستمر بيا حاله بالنفي زين استادي صير اختصر اي والله اختصر وزين تقربها واحد فقو اختصر وزين عادي استادي صير ما اختصر كيف فكلة تختصر لاحظ عزيز الطالب الروح وين ناخد بعض جملة حتى يتم المعنى you were thinking about the answer انت كنت تفكر بالاجابة بالجواب وش قايلك قايلك نكاتف شنو نكاتف نفي اتب بساطة هنا عندي فعل مساعد ممتاز ولطيف ولو تلاحظ هذا الجواب you you نزلت where where وانه بعض الورش خليت nuts لاحظ وكملت البقية حسب الاصول خليت نطق وملاحظة النفي واضحة جدا عند النفي نضع nuts مع الوز والوير في زمن الماضل مستمر باختصار شديد بس انتبه خاف يعني منطيك مثل هاي الحالة هاي الحالة كل شمال ما شوفها من ينطيك nuts وينطيك فعل معناها هنانا اكون نفي انه ابنته تمشي على القاعدة فاعل بعد الفاعل شوفه مفرد له جمع وخلينا ووز وبعدها نفي اداة النفي nuts وبعدها شوف الفعل لازم شو تضيف له ing ليش لان ماضي مستمر هذا بالنسبة الى شرح وتفصيل حالتي المثبت والنفي بقى تعدي بقى تعدي حالة اخيرة اللي هي السؤال عزيزي الطالب وراح اشرح لك كالعادة بهذا المربع اللي ااني الصيح اللي جميل اللي هو مثل الصبورة عزيزي الطالب لو تلاحظ هنا عندي question شنو question بداية بالاخير علامة استفام خلاص انته بس انت اول بداية لاحظ يا القاعدة يا اما was يا اما where ومو كيف نه لا عجل الفاعل فاعل مفرد ش اخلي was فاعل جمع ش تخلي where فمو كيف اوكي بعدين الفعل الرئيس شبي ing اكمل البقية وخلي علامة استفام يا قاعدة السؤال نجي ناخد جملة he was waiting for the boss هو كان ينتظر ينتظر الحافلة او الباص ش راح اسوي المطلوب من عندي question سؤال راح اجيب الووز وان اخلي هابوي اهنا واكمل البقية وش اخلي علامة استفام ولاحظ يا بس خطوتين ودعتك هاي الووز قدمته مع مراعات اللي هي لان بداية الجملة capital letter من يطب جوي صير small letter جبت الووز قدمته كملت البقية كليات الليل الاخير وش خليت علامة استفام وها هاي الملاحظة عند السؤال سونا قدمنا الووز والو في بداية الجملة ووضعنا ووضعنا علامة استفام في نهاية الجملة يعني شغلتين نقدم علامة استفام وببساطة ش بقى عدي بقى عندي فكرة شوية خاف الطالب يعني متبسى عليه فكرة ان شون يميز الووز والوير مع الماضي البسيط وشون يميز مع الماضي المستمر فانا عديت لك هاي الفكرة والتعزيز الطالب بعدك كيفك لحظوا يا يقول كيف نفرق بين الووز والوير مع يا زمن مع الماضي البسيط او ماضي مستمر يعني شون نعرف ان ووز وير ماضي بسيط لو ماضي مستمر لحظوا يا هاي الفكرة البسيطة جدا جدا ووز وير اذا اجى وراهن يا اما صفة يا اما اسم معناها شنو هذا ماضي بسيط باختصار شديد يعني شون استاذ لاحظ هي ووز هو كان اا بايلوت ولاحظ بايلوت طيار بما انه اسم اوصفه اذا هذا نجي الفكرة الثانية ووز وير اذا اجى وراها نفعلش بي اي انجي اذا هذا ماضي مستمر ولاحظ هاي الجملة هي ووز واتشنج شوف الووز اجى وراها واتشنج فعلش بي اي انجي اذا هذا past continuous اللي هو ماضي شنو مستمر باقي طالب ثاني يختصرها بثواني يقل استاذ الووز و الوير اذا شفت وراها اي انجي معناها ماضي مستمر واذا ما شفت اي انجي معناها شنو ماضي بسيط اشتيدك يا بطل وجوابك صحيح ولحد هنا انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله والاوالا